اكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر صيرفي وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرية للسياحة والمعارض اهمية مواصلة توحيج جهود التسويق والترويج لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية موحدة من خلال توفير منظومة سياحية تكاملية تعزز نمو قطاع السفر والسياحة في المنطقة نعم جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته سعادة وزيرة السياحة مع الكابتن عبد المحسن سالم الفقعان رئيس مجلس دارة شركة الخطوط الجوية الكويتية على هامش الزيارة التي تقوم بها سعادتها لدولة الكويت الشقيقة حيث تم بحث اطلاق باقات سياحية خاصة بالتعاون بين الجانبين بما يثري تجربة السياح في البلدين الشقيقين ويساهم في تنويع الباقات والخدمات المقدمة اشارت الصرف الى ان التنسيق المشترك مع الخطوط الجوية الكويتية سيساهم في تجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والترويج لمنطقة الخليج العربي كوجهة سياحية واحدة بالاضافة الى تفعيل اتفاقية التعاون في المجال السياحي التي تم توقيعها بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة استعرض الاجتماع ابرز المنجزات والمشاريع السياحية الجديدة في مملكة البحرين الى جانب التباحث في سبل تعزيز التعاون خلال الاعياد والمناسبات الوطنية والفعاليات الاقليمية والدولية التي سوف تستضيفها كل من مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بما يعزز من التكامل السياحي بينهم